من القاهرة اللواء دكتور أمين إسماعيل مجزوب خبير إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية أهلا بك سيادة اللواء معنا على شاشة الحدث أولا نتعرف منك على الأوضاع من الناحية الميدانية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ما هو حاصل الآن حديث عن حصار الجيش السوداني لسنجا في الجزيرة مساء الخير ومرحبك ومرحبا السادة للمشاهدين القوات المسلحة السودانية الآن طبعا حررت منطقة جبل مويا وبالتالي سيطرت على كل المنطقة في ولاية السنار وتتجه الآن إلى نظافة منطقة سنجا بعد حصار مطبق كبير جدا والمرحلة القادمة بعد الانتهاء من سنجا ستكون ولاية الجزيرة الآن المتحركات وكل المحاور جاهزة للإطباق على ولاية الجزيرة وتدمير ما تبقى من قوات الدعم السريع حقيقة ما يحدث في ولاية الجزيرة الآن هي عمليات انتقامية بربرية من الدعم السريع خاصة بعد انضمام واستسلام كيكل للقوات المسلحة سيادة الواء نشاهد هذه الصور لهذا العاجل إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل إذن كان هناك بحسب مراسل الحدث دوية عشرات الانفجارات في كرمائيل وبلدات محيطة إذن ما يحدث الآن هو إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل ودوية عشرات الانفجارات في كرمائيل وبلدات محيطة أما على الجانب الآخر فبالطبع هناك أيضا غارات إسرائيلية على بلدات جنوبية لبنان نعود إليك سيادة اللواء وولاية الجزيرة تتحدث على أنه إذا تم السيطرة على سنجا تصبح الجزيرة وولاية الجزيرة تحت سيطرة الجيش السوداني نفهم معك أيضا ما هي أبرز السعاب أو التحديات التي تواجه الجيش السوداني في ولاية الجزيرة وتحديدا في هذه المنطقة التي يحاصرها الآن طبعا عمليات الإبادة والانتهاك الجنسي وسرقة الأموال تشكل ضغط نفسي كبير جدا من قبل المواطنين على الجيش السوداني هذا من ناحية الناحية الأخرى هي وجود أسرة يستخدم كدروع بشرية من قبل الدعم السريع لمجابهة هجمات القوات المسلحة والطيران والمدفعية هذه هي قد تكون أبرز العقبات وتغير من تكتيكات القوات المسلحة نحو مواقع كثيرة ولكن في النهاية هناك عمليات فدائية بدأت الآن تطور جديد بالعمليات الفدائية من داخل المواطنين الذين يستخدم كدروع بشرية وهذا أمر أغلق الدعم السريع كثيرا ورأينا انشغاغات واسعة سواء كان من الميدان أو من المستشارين وبالتالي أعتقد أنه بعد سنجة سيكون الدور على تطهير ولاية الجزيرة والآن عمليات كبيرة جدا في منطقة غرب النيل الأبيض تغوم بها القوات المسلحة والدعم السريع يحاول الآن الضغط عبر المواطنين لإجبار الجيش أولا على الجلوس معه للتفاوت وهذا أمر طبعا أصبح من عاشر المستحيلات أيضا يحاول إيحام العالم أن هناك حاجة لتدخل دولي وفشل في جلسة مجلس الأمن السابقة إذن نحن الآن في معركة عسكرية ونفسية تستخدم فيها العمليات النفسية وأيضا في معركة فدائية من قبل المواطنين الذين تضرروا من هجمات الدعم السريع لإخلاء المدن وإحضار آخرين مكانهم وأصبحت هي حرب وجودية نسأل الله أن يحقها النصر فيها للشعب السوداني لكن الأرقام التي خرجت من ولاية الجزيرة حول كل هذه الانتهاكات يعني عشرات الأطفال تعرضوا لعنف جنسي وأيضا فيما يتعلق بالبعض الذي يعني بعض هؤلاء الفتيات انتحرنا اليوم هكذا تحدي أمام الجيش السوداني كيف يوازن ما بين عملياته العسكرية وما بين حماية المدنيين هناك من التعرض سواء للأسر أو كدروع بشرية أو لكل هذا العنف حماية المدنيين هي الواجب الرئيسي للقوات المسلحة وتعمل عليه الآن للدخول بأسرع فرصة ممكنة لحماية هؤلاء المواطنين أيضا هذه الهجمات وهذا العنف الجنسي يؤكد على همجية الدعم السريع وعدم موجود قيادة وسيطرة وابتعاد مسألة القيادة والعمل بأمراء الحرب كل من يدخل إلى مدينة يحاول أن يسرق أو ينتهيك عروض الناس وبالتالي نحن نعلم أن الشعب السوداني شعبي جبار لا يقبل بهذه الانتهاكات وحوادث الانتحار هي رد فعل أن تعيش كريما أو أن تموت مقابل عرضك لكن الغوات المسلحة يجب الآن أن تعي إنها في تحدي وهذا التحدي يفرض عليها الآن الدخول إلى الجزيرة بأسرع ما يمكن مع تعديل الخطط والتكتيكات حتى يتم انقاذ هؤلاء المواطنين الذين عانوا كثيرا سواء كان في وجود وهنا أنت ذكرت سيدة الواء هذه الانشقاقات في صفوف الدعم السريع وأن ما يحدث على الأرض هو بسبب عدم وجود إدارة لهذه القوات الآن أيضا لو تحدثنا عن الدعم السريع وضعه الآن من النحية العسكرية وتحركات أيضا فيما يتعلق بولاية دارفور أو بدارفور وما يحدث في الفاشر طبعا الدعم السريع خسر كثيرا في منطقة دارفور سواء كان من القادة أو من القوات أو حتى الإمدادات التي تم السيطرة عليها والقوات المشتركة والقوات المسلحة استطاعت أن تغلق خطوط الإمداد التي كانت تعبر من دول الجوار الغربي إلى دارفور وخرجت الآن من مدينة الفاشر إلى مناطق أبعد في محاولة للسيطرة على إمدادات الدعم السريع أيضا اقتربت القوات المسلحة من مدينة الجنينة مسافات كبيرة جدا الآن تطويق أيضا مدينة الجنينة وقريبة من الضعين أعتقد أنه نجاح الفاشر في إفشال الهجوم وإفشال التطويق وإفشال الحصار سيكون نصرا كبيرا على بغية المناطق في دارفور الدعم السريع بانتشاره الغير مخطط في وسط السودان والعاصمة ودارفور وكل هذه المناطق بدون خطوط إمداد هي خطأ استراتيجي كبير جدا وبالتالي تحمل فيه خسائر كبيرة جدا وواضح أن فشل الخطة منذ اليوم الأول دعته إلى عمليات الانتقام وحرق الأرض وهذه عملية لا يستطيع أن يصمت فيها كثيرا رغم المهددات وبالتالي رأينا العمل وسط المواطنين فقط مهاجمة الغرة لابتعاد من الغوات المسلحة لابتعاد من الطيران وهذا يدل على خفاض الروح المعنوية وفغدان القيادة والسيطرة شكرا جزيلا لك من القاهرة ألواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب خبير إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية شكرا لك شكرا لك